السلام عليكم اهلا وسهلا مرة اخرى في القناة كنتمنى هاد الفيديو نالي اعجابكم ويلقاكم في الاحسن الاحوال اليوم اجد لكم كما اشتف العنوان تارتو سيترون كتجي لديدة وسهلة سهلة في المقادير وحتف العجن كنحتاجوليها مقادير بساط كنت ديجا مصوبة معكم في التارتوليت كتحتاج الملح نسكة الزيت كسونس طحين نسكة سانيدة بيضاء وفانيو خمارة هنا كننعجنو العجينة كما قلت لكم العجينة رهاب لما نبقى نطول عليكم ركينا في التارتوليت هنخلي لكم الرابط اسفل الفيديو هنا معنا الشيف الصغير اللي كنخدم معيا كيكة الجزار كندلكو العجينة ديالنا كنحاول عليها ممكن استعمال بلاستيك تحت باش يجينا سهلة وكنديرها في المول من بعد كنشوكوها كنشوكوها في الجوانب وفي الوسط اصلا هد العجينة كنجي اقتصادية حسن من بات بريزة ومع الزيت ما شي ما نحتاجوش الزبدة هنا كناخدو الحامض الحامض كناخدو القشور ديالو لزيس ديال السيترون كنحكوه الحامض كناخدو العصر ديالو كنعصره كنديرو في كاسر هنا كنديرو كاس ديال الحليب كاس كبير تلسس معلق السنيدة نخلط فوق العافية نخلط فوق العافية من بعد ندوزول الهدك بيض لبيض باش نطلعوه كنحتاجوش بيضات نهاية 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 هنا اضفت لها الفاني كان عندي في الكونجيلاتور هنا زيت ثلاثة المحالقة ديها الناشا ما يزينها الصفر ديها البعض باش يتجانسوا كانت منها تجربو هاد لتاعة سوخا كل شي كيعرفها كتجي منعيشة وخاصة هاد الفصل كيخسنا الفيتامين سي نزيدو لصفر صفر البيض مع مي زينا جز صفر البيض مع ثلاثة معلق مي زينا في الحقيقة هادي الطريق هادي الشيف الصغير كانت كل واحد عندو طريق تسو كان هزو لطارت دينا مني طارت كان كبع لها لكخيم باتيسيار وكان خليوها جانبا كان هزو بيض لبعض كان ديو لشوية الملح كما العادة وكان طربوها تقدو طربوها بطرب الكهربائي هنا الشيف ديال نستعمل طرب اليدوي من بعد كنزيدو الساني دا تقريبا تلاثة المعلق القصمة كنزيدة كما قلت لكم هادي طريقته معلقة الثانية معلقة الثالثة هذه مع مراش يبقى يتطرب كما قلت لكم في الاول قدرنا ثلاثة معلقة الثانية هيا دا بس علينا من تطرب هذا هو القوام اللي بغينا من بعد كنكبوها عشوائيا فوق لطاقت كل واحده طريقته المهم كتجي التموجات هنا بالبطوع كنديروا هاد الاشكال وندخلوا الفران تكتحمر من الفوق وهي تبارك الله هكذا جيل دي اتمنى تنال اعجاب ديالكم واللي بقي ما اشتركش في القناة يعمل الاشتراك ويفعل زر الجرس باش يتوصل لأي فيديو كي يكون كنديرو في القناة وكنتمنى تنال اعجاب ديالكم وشجعونا ما تنسوش دائما لايك للفيديوهات والتحاليق محفزة شكرا لكم على المتابعة الى وصفة اخرى ان شاء الله تن ميرت اشتركوا في القناة